إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله كما يعلم الجميع اليوم هي ليلة النصف من شعبان وهناك أدعية كثيرة تقال في هذه الليلة ويستحب الإكتار من الدعاء فأحببت أن أمدكم بهذا الدعاء الرائع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات والأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت المدعوم وأنت المرجو ورازق الخير وكاشف السوء الغفار ذو العفو الرفيع والدعاء السميع أسألك في هذه الليلة الإجابة وحسن الإنابة وأسألك التوبة والأوبة وخير ما قسمت فيها وفرقت فيها من كل خير ومن كل أمر حكيم فأنت بحالي عليم وبرحيم أمن علي بما مننت به على المستضعفين من عبادك واجعلني من الوارتين في جوارك من اللابتين في دار القرار ومحل الأخيار اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته وعلمت توبته فتوبت عليه وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته ولجأت إليك لستر عيوبي اللهم فجد علي بكرمك وفضلك واحطط خطايايا بحلمك وعفوك وتغمدني في هذه الليلة بسابع كرامتك واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك اللهم اجعلني ممن اخترتهم لعبادتك واجعلتهم خالصتك وصفوتك اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه واجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم واكفيني شر ما أسلفت واعصمني من الإزدياد في معصيتك اللهم في هذه الليلة حبب إلي طاعتك وما يقربني منك سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب وعلى كرمك يعول المستقيل التائب أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين اللهم إني أسألك في هذه الليلة حظي من كل خير يا من إليه شكوت أحوالي هذا دعاء فيما يخص هذه الليلة ألمرجو مشاركة هذا الدعاء والتشجيع والضغط على زر الإعجاب كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمر بغايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر